اخر قناع اليمنيين الحصينة وفصحتهم للهرب من ويلات الحرب ومآسيها الاعياد والشعائر الدينية لم تسلم هذه المرة من عبط الميليشيا والتسييس والاستغلال لم يتبقى شيء بيدها لتمعن اكثر في ايذاء اليمنيين به غير سرقة فرحتهم وتعكير صفو المناسبات الدينية خالف الحوثيون اعلان وزارة الاوقاف الشرعية باعلان الثلاثاء متمما للرمضان اصدرت الميليشيا تعميما يجرم الاحتفاء بالعيد حسب اعلان الشرعية وكلفت مسؤولي الاوقاف في المديريات والجهات الامنية بالتنسيق مع المسؤولين الثقافيين في الجماعة بالنزول من بعد صلاة الفجر حتى الصباح لمتابعة تنفيذ التوجيه وضبط المخالفين وسجنهم عكست مخالفة الحوثيين للعيد الذي اعلنت عنه وزارة اوقاف الشرعية ردود افعال ساخطة وموجة استنكار من قبل اليمنيين الذين وجدوا انفسهم لاول مرة منقسمين في اعيادهم ومناسباتهم الدينية اما ميليشيا الحوثي فقد حذرت عقال الحارات وائمة المساجد وتوعد كتابها بمحاسبة كل مخالف يعيد مع ما اسموه بعيد العدوان ليصبح العيد تهمة تستحق الملاحقة اعتقلت الميليشيا العشرات من الشباب الذين خرجوا لأداء صلاة عيد الفطر في محافظة اب ونشرت دورياتها وسط المدينة وفي الشوارع وعلى مداخل الحارات وعند المصليات والمساجد وفي رداع بمحافظة البيضاء اندلعت اشتباكات بين الاهالي وبين مسلحي الحوثي الذين حاولوا منع اقامة صلاة العيد انقسام العيد والاحتفال سرا عبارة ملخصة للحظة اليمنية الراهنة وصورة من صور الارهاب الحوثي والشرخ الذي احدثه الحوثيون بانقلابهم على السلطة وهو اخر ما كان يتوقع اليمنيون ان يصلوا اليه لم يمنع الترهيب والتهديد وموجة الاعتقالات العائلات في مناطق سيطرة الحوثيين من الاحتفال بالعيد في البيوت سرا وزير الاوقاف احمد عطية اكد في تغريدة له رؤية هلال يوم الثلثاء مرتفعا في كل المحافظات وهو ما يعني انه ابن ليلتين كاملتين وان العيد يوم الثلثاء وليس الاربعاء واقع مخيف حولت فيه الميليشيا بانقلابها وضع اليمنيين الى جحيم واستهدفت كل المسلمات واخرها استهداف اللحمة الوطنية بتشطير فرحة العيد